لكن طبعاً في قصيدة بعنوان عتاب نفسنا نظمتها لما بلغت أربعين سنة ما بقول لكم متى بلغت الأربعين سنة لها لكن قريب يعني لا قد وخوف الأربعين ولا فاقي ما وصلت أترخي القصيدة و هي الله يجزال الشيخ الحادي ضفر انتيفات موجودة و منشدة بصوته طبعاً هاي شو تطلع هل قصص الأعمار دوما نقول دوما نسأل عن العمر تطلع مع السؤالك ايه تطلع مع الوقت طبعاً يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ شده و بلغ أربعين سنة قال ربي يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أنا أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك و إني من المسلمين طبعاً يعتبرون سن الأربعين سن التمام يعني مثل الذي يطلع درج و يستقر في أعلاه ثم ينزل و في الغالب أن النزول يكون أسرع من الصعود في نص الله عز وجل يرزقنا و إياكم حسن الخاتمة و صلى الله مهما عمر الإنسان و مهما عاشي هذه الحياة لو عمر كما يقول أحد الشعراء يقول نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لا تموتاً و إن عمرت ما عمر نوح طبعاً قبلها أحد الشعراء يتحدث عن العقود التي يمر بها الإنسان فيقول و ابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الأقلام و ابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام و الثلاثين قوة و نشاط و هيام و لوعة و غرام فإذا زاد بعد ذلك عشراً هذا الشاهد يعني بلغ 40 سنة و الثلاثين قوة و نشاط و هيام و لوعة و غرام فإذا زاد بعد ذلك عشراً فاكتمال و شدة و تمام و ابن خمسين فأتى عنه صباه فيراه كأنه أحلام و ابن ستين صيرته المنايا هدفاً للمنون وهي سهام و ابن سبعين عمره قد كفاه لا يبالي متى يكون الحمام فإذا زاد بعد ذلك عشراً فقد بلغ الغاية التي لا ترام و ابن تسعين اعترته البلايا و اعترته وساوس وسقام فإذا زاد بعد ذلك عشراً يعني صار المية فإذا زاد بعد ذلك عشراً فهو حي كمية و السلام أنا نظمت هذه القصيدة بعنوان عتاب نفس أخاطب بها نفسي و كل من بلغ هذا السب أقول فيها بلغت الاربعين فهل تراني سأقطع مثلها في ميزة